قال نائب وزير الاقتصاد الاوكراني دينيس كودين ان الحرب في اوكرانيا تسببت في خسائر الاقتصاد بقيمة 119 ميديار دولار وذكر كودين الجمحة في تصريحات نقلتها وكالة رويترز ان 75% من الشركات الواقعة في المناطق المتضررة من الحرب علقت التشغيل كما ان معظم شركات التحضين الواقعة شرق اوكرانيا لا تعمل واضافان لدينا كميات منخفضة من صادرات المعادن مؤكدا ان صادرات المعادن شكلت حصة كبيرة من اجمالي صادرات الاوكرانية